اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شم الأنوف شم الأنوف لهذه الحلقة هو الأستاذ البضل التربوي عبده زياذي أستاذ يعمل في البنطقة التعليمية في التربية جوال حوثي نسكو وهو ذاهب إلى عمله تفاصيل كثيرة سيحكيها لنا أهلا بك أستاذ عبده الحمد لله على السلامة الله سلمك ورحب ضيف عزيزي على شم الأنوف قبل ما نبدأ حوارنا معك عرفنا وعرف المشاهدين على عبده زياذي من؟ الاسم عبده مسعد صالح زياذي أعمل في مجال التربية والتعليم في مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة منطقة السبين التعليمية مختص في قسم الامتحانات طيب مدني قسم الامتحانات ليش الحوثي نحبسوه حكي لنا امتحان ابتلاء وامتحان صحيح كيف مسكوك منين؟ أثناء خروجي أدى عملي الساعة في 18 دقايق تقريبا في يوم الأحد العشرة واحد 2016 ونت ماشي ماشي ولا فوق سيارتك؟ خمسين متر من المنزل الذي كنت أسكن فيه تفاجأ بسيارة هيلوكس خرج منها اثنان والثنان بقيو في السيارة اشتبكت مع أحدهم بليلا نزل الآخر وأشهر علي السلاح من أول ما جاء لك بالعنف على أطول ما بيش مثلا جاوبناه ولا تفضل معنا أتى واحد من خلفي التفتت شعرت بشخص براي فماذا تريد مني واشتبكنا بالأيدي بشكل خفيف فنزل الآخر وأشهر علي السلاح وصعدت إلى السيارة وتم أخذ تلفوني ولا حتى كلمك قالوا لك مثلا قالوا معك الأمن السياسي أيوه وبعد ذلك تم وضع الأصابة على عيني والكلباش على يدي وتم نقليب التجاه شارع الخمسين هل به موقف مثلا أو شيء عملت رضاياكم لو لم يمسكوا ما هو سبب الله طبعا لأنك ضدهم بالفكر أرباب الفكر أو التربوين بشكل عام يعني أعداء لهذه الأصابة الإجرامية هم أهل الظلام وكل صاحب فكر أو صاحب فكرة معادي لفكرة ومختلفة مع الفكر الذي يحمله يعتبره عدو يجب إزالته من هذا الطريق الله ينتظر طيب نقلك إلى وين تم نقلي إلى قرية السواد ومن ثم طبعا بالسير الهوكس وتم نقلي إلى سيارة أخرى تاكس وتم نقلي إلى بيت الشيخ محمد موسى العامري في دار سلم بجوار بيوت الأحلام الذي أصبح سجن يعني تم عاما قبل الحوثي نهبوه نهبوه وأصبح سجن يعني وكانوا يأخذوا كثير من المعتقلين والمختاطفين إلى هذا المكان اللهم استعان هل بلغت هلاك يعني تصلت لهم دروين ما أدروش بالنسبة للمكان لبعد شهرين بعد شهرين يعني فتحت لي زيارة لكن يعني جعلوني يتصل طبعا وقالوا لي أخبرهم أن أنت في الأمن القومي يعني يتصلوا فوقك على مايسك؟ نعم قال يخبرهم أن أنت في الأمن القومي طبعا تركوا لي كان تلفوني لازال يعني أعطوني التلفون واتصل بي شخص أحد الأقارب وكذلك أحد المعاملين في التربية طلب مني عمل معين فأخبرتهم أني لن أذهب يعني إلى العمل وقالوا لي عندما اتصلتوا للمنزل أنه أخبرهم أني في الأمن القومي فأنا قلت لهم أنا موجود في السجن عند الحوتيين في الأمن القومي هكذا طيب التحقيق لي معك يعني متى حققوا معك؟ طبعا أول ما وصلت طبعا جلست أنا مغمضة على عيني يعني مغطى على عيني والكلباش في يدي جلسوني على كرسي وبدأ يسألني عن أشخاص محددين أين فلان أين فلان أين فلان فقلت له سألني عن شخص محدد أين قلت له أعلم عيني فأخذني ضربني خمس ضربة في صدري قويها كده اللهم استعلم وتم إخراجي للصالة ووضعي كلباش في الحديد اللي كان يتعلق فيها وتم بدء ضربي في صياط يعني صياطها الحديدية هكذا في الفخذ من مؤخرة الفخذين والقدمين حتى تورمت قدمي طبعا عفوا أنا لاحظ هنا تورم موجود بسبب القدد هذا بسبب آثار السجن والتعذيب حصبي الله عليهم وأيضا عاني من شد عضالي شديد في الظهر سبب السجن والتعذيب الذي تعرفت له فتم تعليقي الله أن تقمن ظلمك وظلم زبناءك يفرج الله عن البقية إن شاء الله آمين إن شاء الله أيها فبعد أن تورمت قدماي أخذ الكماشة والكلبتين نسميها باللهجة العامية وضغط على خمس من أصابعي طبعا أنا مرفوع هكذا في هذا الشكل أصابع وضغط على خمس من أصابعي ضغطة شديدة الحمد لله لم يتم اقتلع الأضافر لكن ثم أخذ هذا الكماشة والكلباش وضعها على رقبتي بشكل كيف وضغط ضغطة شديدة حتى أغمي علي ولم تذهب هذا الإغماء إلا وأنا فوق كرسي أمام طاولة وكان يضع العصى في حلقي بهذا الشكل ويقوم بضربي ضرب على رأسي ما كانش الضرب شديد لكن أيضا كان نستخدم الشتم والتعذيب والتحديد والوعيد ويعني كل أشكال التعذيب النفسي والجسدي حصلت لي في هذه الفترة طبعا الحديث كثير وهي خمس سنوات متفاصيل كثيرة لكن برنامجنا شمال أنه حاولنا أن نخذ في أدب السجون فيما كتبوها من داخل السجن رغم المعاناة لأنه عبروا بقصائد هل أنت كتبت؟ أبدأ من النهاية طبعا عند وصلنا إلى مارب الأبية لا، على أبدأ من النهاية أبدأ من النهاية يعني يلا عندما وصلنا إلى مارب رأينا كان الاستقبال الرائع الذي استقبلنا به وكأننا نحن يعني محمولين على الرؤوس فخطرة أبيات معينة قلت فيها أرى أقيال حمير أرى سباب جيشه وسلطانه سلطانه أرى مراد الخير جدعان الإباء بنو جبل أصود الوغاء عبيدة سيوف الحق وتيجانه تيجانه ونعم بهم نعم هذا كانت يعني ونعم وفعلا نقعد استقبال مهيب نشكر أبناء مارب جميعا عنه ساكنها وسلطانها أيضا الله يحب سألني أتصل لأحد الأقرباء قال لي هل سجدت لله شكرا فقلت لقد سجد قلبي قبل جبيني وعيناي قبل شمالي ويميني شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه المنة وهذه النعمة ثم شكرا لأهل النجدة والحمية أهل النفوس الزكية والعقول الذكية من تشتاق لرؤيهم السحاب ويتلذذ بنعالهم التراب ويتلذذ بنعالهم التراب ويتزاحم لمدحهم والقلم والكتاب أبطال الجيش الوطني والمقاوم الشعبي الذي كانوا بعد فضل الله سبحانه وتعالى سبب في خروجنا وشم نسيم الحرية وهو أها الرائع الحمد لله على سلامة الله وطيبا أنت قد بثلتنا من النهاية نشتية التفاصيل أول ما كتبت يعني أحكي لنا عن بعض التفاصيل اللي عشتها أنشي خلال خمسة سونات أو السنوات بقصيد أو شرك يعني لا توثق الأحداث لكن كم زجون؟ طبعا جلست في هذا السجن في بيت الشيخ محمد موسى العامري خمسة وثلاثين يوم تم نقلي في 14-2-2016 إلى الأمن السياسي طريقة مهينة يعني لا يتسع المجال لسردها وصلنا إلى زنزانة رقم أربعة جنوبي أول حوالي خمسة وعشرين يوم أو 11 يوم عفوا ثم البدروم خمسة وعشرين يوم وهذا في مكان اسمها الضغاطة يعني أسوأ الأماكن الموجودة في السجن يعني الحمام ما منوعه والطعام سيء والزحمة شديدة وحر شديد وإذا طفأت الكهرباء ظلام حتى في النهار فكانت خمسة وعشرين يوم ثم تم نقلي إلى الجنوبي أول زنزانة ثلاثة مكثت فيها أربع سنوات ومئة يوم طيب هذا الفترة أربع سنوات مئة يوم في مكان واحد في زاوية واحدة تقريبا وطبعا كانت البداية صعبة لكن مع طول المدة بدأنا نتأقلم ونعيش وتظهر الإبداعات فكلفني أحدا كان كنا مجموعة ثقافية معينة هكذا فكان لدينا مجموعة واخترنا شعار شعار كان أخوتنا قوتنا أو قوتنا في أخوتنا كلفني مسؤول المجموعة بأن ألقي خاطرة تحدث عن الأخوة قلت فيها أنت أخي ولو كنت طويلا أصلعا كاشف الرأس أو معممة أنت أخي ولو كنت قصيرا أجعد الشعر أسمر البشرة أو كنت أسودا متفحما أنت أخي ولو كنت كثير المال بالخيرات منعمة أنت أخي ولو كنت فقيرا معدما تفترش الأرض وتلتحف السماء أنت أخي ولو كنت صحح الجسم قوي المعصمة أنت أخي ولو كنت ضعيفا مريضا تتألم أنت أخي أنت أخي ولو كنت سمينا ممتلئ البطن وجهك كالدماء أنت أخي ولو كنت نحيل الساق قفصك الصدري كأنه سلم أنت أخي أنت أخي ولو كنت شاحب الوجه ذميما أو كنت من القمر أو سماء أنت أخي ولو كنت فصيح القول أو كانت حروفك بلسانك تتلعثم أنت أخي ما دام يجمعنا لا إله إلا الله ومحمدا رسولنا المعظمة الإثار أعلى مراتب الأخوة وأدناها سلامة الصدر وبينهم الحب والنصح والنصرة والدعاء وكتمان السر وبذل المال والانتشال من الهم والضود عن العرض كل هذه دروع الأخوة والحمى لي لك علي عليك مغنما ومغرما إخي لماذا لا أثرك على نفسي وأنت شقيق الظهر والنهج والفكر معا إخي لماذا لا أحبك في الله وأنت رئتي وساعدي والمعصمة إخي لماذا لا أنصح لك وقدمان والمنكبان في الركوع وفي السجود تتزاحم إخي لماذا لا أدعو لك وكبدي لحزنك تتألم إخي لماذا لا أظن بك خيرا ودراهمي ودمي ودمعيني يسيل كي دمعينك يسلم إخي أحبك في الله خرجت الكلمات فصيحة أو كان اللسان بها يتلعثم إخي أحبك في الله ما دام في الأرض صعيدا طيبا وفي السماء كواكب تدور وأنجم وفي الختام صلوا على خير من سكن الأرض وصعد السماء وعلى الصحابة والتابعين والصالحين علي وعليك صلى الإله وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله كان جو أخوي بينكم نعم نعم طيب هذه قصيدة على الأخوة فيما بينكم كنت أتمنى أن أسمع أبيت مثلا تلقص تعيشنا في جو عشته داخل السجن هل في تفاصيل؟ طبعا تفاصيل كثيرة لكن أستأذنك أنا بفاصل وبعدين نعود إلى لا بد ما نتحضر لنا تفضل بيصائد تشرح تفاصيل عشتها في السجن تفضل إن شاء الله بشاهدي الكلام فاصل ثم نواصل حديثنا مع الأستاذ التربوي عبدالزيادي كنوا معنا عدنا إليكم مجددا مشاهدي الكرام حوارنا اليوم شما الأنوف البضل الأستاذ عبدالزيادي قبل الفاصل قد كنا أدي لنا قصيدة تحكي لأنها تفاصيل أشتها في السجن فضل قصيدة كتبتها يعني باب السجن وأنا لم أكن شاعرا لكن كل ما أي شخص عد أربع سنوات يصبح شاعرا من المشاعر والمأساة والمعاناة لإيدا نعم يقول المعاناة تولد الإبداع نعم في كلمات كتبتها قلت فيها السلام عليكم أيها الحضور فقد جئناكم من القبور شابت الرؤوس ولكنها إن شاء الله قد زكت النفوس رق الجلد وضعف البصر فنور الله البصيرة والبصر تعبت العضلات والمفاصل ولكن سنستمر في كفاحنا في تواصل ضيقوا علينا في الزنازين والأماكن فكانت قلوب بعضنا لبعض هي المساكن الله سجنونا في أماكن عديمة الأمتار خمسين ستين سنتي فأبدعت الكثير من الأفكار الله ففي هذه الرؤوس ما تطيب به النفوس بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الأخوة التي بيننا لأكثر من أربع سنوات رغم التضييق والتعذيب والكبت والحرمان لم تسجل في صففنا أي محاولة انتحار ولم تسجل أي حادث سرقة فأمامكم في المعتقلات إخوانكم أياد أمينة وأنفس ثمينة وعقول متينة والناس معدن فإذا لم تجد إلا القليل من الزبرجدي والكهرمان حتما ستجد الكثير 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 من الذهبي والياقوتي والمرجان كنا نتنفس بأنفاسكم ونمشي بخطواتكم ونفكر بعقولكم كان فينا الشاب الجلد الصبور والمعلم الساكن الوقور والمهندس البارع الجسور والقائد ذي العطل الموفور والعالم الرباني الذي يشع من وجه النور والعالم الرباني الذي يشع من وجه النور كنا نتنفس بأنفاسكم ونمشي بخطواتكم ونفكر بعقولكم ونتألم بآلامكم ونزه بانتصاراتكم دعواتنا لكم لا تنقطع وحبنا لكم يوم بيوما يرتفع كنتم في الجبهات يهثقور وكانت أرواحنا معكم تدور الله الله ما شاء الله يعني هذا سجع بلثر يعني نعم طيب هل به قصيدة مثلا نظمتها بالقواة في موزونه مثلا أو يعني كلها تقريبا من هذا الباب لكن ماهوقتك كل حرف بتعبر به نعم يعني هي مشاعر وحانا خرج بهذا الكلمات منثورة أو مسجوعة أو قصيدة طبعا تم نقلي من هذه زنزانة بعد أربع سنوات ومئة يوم إلى الجناح البدروم ثم الشمالية قبل ما نقول معنا أربع سنوات كثير يعني كم تعرفت على ناس خلال هذا الأربع سنوات يعني تقريبا مئتين فرد مئتين وفن بينكم أخوة نعم ما ذكرت حق أخي هذه ما جيت الله من مشاعر الأخوة نعم نعم كانت الأخوة على أوجهه بأكمل درجاتها وفعلا رأينا المعادن الطيبة التي وجدناها في الزنازين وفي هذا المحتقل الكثير من الزملاء بل تقريبا كلهم ما مش سرق بينكم ولا قتل لا سرق ولا قتل كلهم مهندسين مشاعيخ علماء أساتذة يعني من هذا العينها الطيبة التي هدف إفادة المجتمع وما حناش منك الطرف الآخر لهم عندما ذكرت أنت في قصيدة الأخوة حسيت أنه كان بينكم مثلا كيف كانت عندما قلت كل واحد كان يؤثر الآخر يعني هل من خلال الزيارات طبعا كانت تأتينا من ثناززيارات كل ثناززيارة يوم كان يدخل الطعام كان مثلا حتى إذا شعر واحد يعني وأنا كنت يعني تقريبا طوال ثلاث سنوات يعني من المرض يعني هذا يعطيك وهذا يغسل ملابسك وهذا يعني أشخاص كثيرين كلهم كل واحد يبدو الجهد لكي يكون سبب في شفاءك في سعادتك في راحتك في يعني استقرارك طمأنينتك يعني اللي يثبتك اللي يساعدك اللي يعطيك اللي هكذا كانت الأخوة في أعلى درجاتها يعني وخرجت معادن طيبة والحمد لله كان كل الناس طيبين ومعادن طيبة وعند الأضيق والشدة تظهر هذه المعادن الطيبة الميادين هولا مثلا عرف تفاصيلهم أخوتهم ومهاتهم نعم نعم يعني تقريبا من خلال زيارات وهكذا كان التواصل وتواصلت الأسر مع بعضها وأي حزن أي فرح خارج السجن طبعا في تقريبا حوالي ثمانية أشخاص توفوا آباءهم وهم في السجن وحفرهم نعم فكان المواساة أيضا في الجانب في الأتراح والأفراح كان العمل مشترك وأخوة ويعني تعاون إلى أعلى الدرجات ورأينا الأخوة الحقيقية داخل السجن اللي كنا نسمع عنها ونقرأ عنها في الكتب والكتيبات وغيرها رأيناها بأم وعيننا بأم وعيننا داخل هذه السجن المعتقلة طيب أنت أولادك يعني وأسرتك زوجتك أبوكم ما قعدهم خيرين الوالدة حفظ الله ورعها موجودة والدك متوفي نعم رحمة الله من قبل آي من قبل زيارتك للمعتقل نعم أول زيارة يعني لك من أمك طبعا هي كانت أول زيارة زوجتي وأخي وأمي وطبعا ما كنتش بتوقع عن الزيارة خرجني الساعة ممكن تنتين ظهرا وبعد أن تقريبا كنت قد فقدت من وزني حوالي عشرة كيلو وشعري قد أصبح طويل يعني بدون شهر بدون حلاقة بدون أي مظهر تجميل ف خرجت إلى شبكة زيارة وطبعا شبكة زيارة مكان زيارة عقوبة وعدة لحالها عقوبة نفسية 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 ف رأيت والدتي حفظها الله ورعاها وقاطى الله في عمرها وزوجتي حفظ الله كذلك وأخي ورأيت منظري على يعني عيونهم نعم الوالده وزوجتي طبعا الدمع قلوب الأمهات وتقريبا الأمهات كان أكثر فئة تضررت من هذا السجن فكان حالا السجانين السجان الظالم يتعمد بإخراج المسجون وهو مقيد الرجلين ومكلبش اليدين الهدف تأثير على هذه الفئة بعيفة الأمهات والزوجات ونسا كانوا يحاولوا يفعلوا بين الأم وأبنائهم فجوة يحاولوا يعني يبرؤوهم منكم أنتم مجرمين أنتم فجوة نعم لكن بالعكس زادت الألفة زادت الفو واللحمة ورأينا الأمهات الصابرات والزوجات المحتسبات والآباء والإخوة والأخوات والأبناء والبنات يعني كنت يعني من جانب حتى من جانب المادة يعني مثلا كان الأسر يعني وقت الزيارة تأتي بأفضل ما لديها ممكن يحرم أنفسهم من أجلكم من أجل ابنهم أو الأخ ولا الزوج ولا الأب لداخل المعتقل هل تقضعوا الحوثين للزيارة ويشلوا منها ولا كنسا الدولين لا لا كان أكيد هذا الخصم يعني في أوقات كثيرة يشلوا يعني نعم الله أكبر عليهم في حوادث كثيرة يعني شاهدناها يعني واحد من المعتقلين حفظه الله ورعاه في الرجل الله عنه أتى وقد جابوا لها أخوه جاب لها زيارة يعني حرويات يعني ما لها شي يعني جاءوا قد السجانين والعسكر يأكلوا يعني بطريقة حتى همجية ما شو يأكلوا مرتب بشكل منظم ولا كده الدنيا طيب نعود إلى الأولاد والزيارة هل أنت كتبت مثلا أنه برنامج كما أخبرتك عن الشعر والقصائد هل كتبت عبرت عن مشاعرك تجاه أسرتك والله طبعا نسيته لكن كلمات بسيطة للزوجة يعني أيها أوصفها يعني للموقف أوفائها جزاها الله خير وكتب الله أجرها قلت عنها يعني يا نفحة الطيب يا شعع الشمس قبل المغيب يا رذاذ الماء على ورد على ورد بواد خصيب يا عطر يا كاذي يا فل يا طيب هذا بالنسبة للزوجة الله يحفظها لك يا ربا آمين إن شاء الله طيب نعود نشيل القصايد هل قد معك قصيد والله طبعا لما تم نقلي من الزنزانة هذه وأربع سنوات ومئة يوم في زنزانة واحدة ومكان واحد قد فيه قد فيه علاقة مع الجدار مع السقف فتم نقلي وأيضا مع الأشخاص كان عددنا حوالي 22 شخص في حوالي 8 متر بس فيها متر ونص مخصومة يعني من الحمام عزاك الله والبوابة المدرعة الباب المدرعة وكذا فجاء عيدة الأضحاء في 2020 فقلت للزنزانة اللي انتقلت إليها الجديدة في الشمالي أول قلت لللي كانوا 12 شخص مسجوني جواري قلت قد أنا مشتاق قالوا أكيد أنك مشتاق لأولاد قلت أنا مشتاق لزملائي في الزنزانة جنوبية ثلاثة جنوبية أول لأن الألفة بينكم أربع سنوات يعني بعضهم ثلاث سنوات ألم يعني فقلت فيها أبيات أيوة قلت فيها عن هذا ولا ذكرت فيها الواحد وعشرين الآخر الزميل اللي كان في هذه الزنزانة قلت فيها خبر عاجل رغما عن الـ FM وأنف المسيرة أحبكم في الله يا أخوتي وعصبتي والعشيرة عشيرة همدان وعامر وبدر النويرة يا فخر لي وصنعا وأرض الجزيرة جزيرة حازم وثابت ومحفل يا سندي ومترسي وبندقي والذخيرة شهاب وشعيب وعنسي يا ضماد الجرح وبلسمي والجبيرة صالح وأحمد وحسين وسفيان يا أغلى من كنوز ميدي واللحية والصليف ورأس عيسى وبحر المنيرة المهندس ونبيل ومختار يا أصبة الرأس يا سيوف أصيلة القشيبي وإسامه محدن يا شموس الحق وغرسته والفتيلة حاجب وسيلان يا رموش العين يا رموز الفضيلة يا أسود الوغاء يا عطر فواح في السلم يا ملوك الخميلة خميلة هذه الواحد والعشرين زميلة اللي كانوا في الزنزان الواحد والعشرين اللي شلوهم هو لحق واحد والعشرين سارقابتر طيب هل قد خرجوه هولا الذي ذكرتهم ولا عاد فيه منهم ما خرج الله واحد منهم ما خرج الله واحد من هذا اللي ذكرته والعشرين جالسي والعشرين جالسي هذا هو أملناه من الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنها هذه الرجال الكرماء أصحاب المعادن الأصيلة وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عاجلاً غير عاجلاً متى شعرتها كذا بالحرية؟ طبعاً أنتوا أحرار ونعمبكم حتى داخل الوضاء أنتوا كسرتوا والحاجز كلها وسجنتوا والسجان بس بعد ما خرجت شعرت أني أصبحت حراً خارج سجون هذه الميليشيات عندما نظرت إلى جيبي فرأيت داخله قلم الله 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 عليك أصبحت حر تيقنت يقيناً أني أصبحت خارج سجون هذه الميليشيات لأنهم أعداء العلم أعداء الحياة كان القلم هذا داخل سجن جريمة كبرى ويعني ما عند ذكرنا استفاصيل التعذيب لكن كان جريمة كبرى أن يمتلك هذا السجين قلم أو ورقة الله الله مستعان طبعاً نخرج بأشهر من هذا الوقت داهمنا والحديث معك دو شجون السجون شعورك أول ما خبر خروجك من السجن أولو بشكل مستعجل يعني دقيقة تشرح لنا كيف؟ طبعاً أول ما كناش مصدقين طبعاً من كثر ما وعدوكم؟ من كثر ما وعدونا طبعاً تم نقلنا إلى سجن صرف في 21 ثمانية وجلسنا في مكثنا في حوالي يعني 45 يوم ثم نقلونا إلى الأمن المركزي حوالي 12 يوم وحتى آخر لحظة والحوثين كعادتهم يعني يعملوا عاملية استفزاز نفسي أو إرهاب نفسي أو إرهاب إعلامي يبثوا إشاعات يحاولوا يعني التأثير على نفسية السجنة ونفسية الأهالي وهكذا فكان قد عندنا علم أن في صفقة وفي تبادل وكلنا أملنا في الله سبحانه وتعالى طبعاً نحن عارفين أنه لا يوفو بالوعود ينقضوا العهود والوعود دائماً لكن كان أملنا بالله سبحانه وتعالى ثم باب طال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فتلقين الخبر بفرح مشوب بالحذر لنوقت كان أكثر من تجربه سابقاً نعم فحمد لله يسر الله يعني كان شعور لا يوصف وعندما وصلنا إلى سيئون والاستقبال الرائع الذي حصل في سيئون ثم في مارب انسانا تقريباً فترة السجن الله مستعان وإحنا سررنا بسمع خروجكم ورتحنا باستقبالكم أسعى الله أنه يفرج عنا البقية آمين شكراً أشكرك أستاذ عبده انتهى وقت برنامجنا تبقى هدية بسيطة مقدمة من مؤسسة وضن وأنتم تستاهلكم الخير أزاكم الله خير بارك الله فيكم وأيضاً في درع الحرية مقدم من قناة سهيل وتكريمنا لكم هو حاجة رمزية كأقل الواجب أزاكم الله خير كتاب الله عجركم وبارك الله فيكم شكراً ألف شكر لك أستاذنا الغالي وشكراً لكم أيضاً مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم ألقاكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة مع بضل من شم الأنوف جديد حتى ذلكم الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اشتركوا في القناة وإرهابها ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب حناناً بها أنفنا الإقامات في أمة تداس بأقدام أربابها أكم حية تنطوي حولنا فننسل من بين أنيابها يا ظلم اللج في بطشه وداس البلاد وأخنا بها ستلقى مغابة ما قد صنعت ستلقى مغابة ما قد صنعت وتاج للمخالب من غابها مغابة ما قد صنعت